اشتركوا في القناة حتى نعرف إذا بالنهاية رح يرجعوا يلتقوا أو يجتمعوا أو يكلوا له حبهم عمر وإيلان وهذا اللي كلنا منتأمل أنه يصير تطورات كتير جريتة بالحلق الماضي والظاهر أنه روشان وإيلان رجعوا تقربوا أكتر من بعض خلينا نتذكر مشهد من الحلق الماضي من العشق الأسود لا تخافي حبيبتي عمر يحنيك ورح يحميكي روحي وانتي متطمنة عمل لي شو بيقلك طيب ولا تذعلي لأنه هذا المفروض يصير التاكسي تحت وما بدي يتأخر عليه روشان تبيعها حالك اشتركوا في القيامة سخن يا سميد تفضل يا أنسي معك صرافة 500 ما أضل معي صرافة معرفتيني لحظات مؤثرة بين إيلان وإختها روشان قبل ما نطلق روشان وتعرض حالة للخطر أحداث سمو شوي نطرتكم الليلة مشاهدينا بحلقة جديدة من الدراما التركية العشق الأسود خلينا نشوف سواها المشهد من حلقة الليلة لقيت الشهاز أم اللول بعتي تعميمي بسرعة خلي ريقاط التفتيش كلها تدور على واحد اسمه فاتح دوندار روشان ما في عمدك صورة لقلو لا قلت لك ما عندي ما راح تفيدنا لأنه عرفان من الأساس ورح نعمل كسرت الديفيدي ونسيت الشنطاية بالتاكسي كل شي انتزع بسببي أنا خلاص لا تقي حالك لأنه نحكي ما عدي يفيد بشي بس وحياتك رح أمسك لها المجرم ولا تاكلهم أبدا ايه سيدي الوضع تخربط لا قادر يهرؤ بس البنت معنا فاتح عرف بكل شي مرضي يجي يشوفني أنا نزعت كل شي إيلين ما قادر يمسكوا أنا كثير خايفة أنا كثير خايفة خلاص حبيبتي لا تخافي ايه؟ انتوا على موعد الليلة مشاهدينا بعد الأخبار مع حلقة جديدة من العشق الأسود ومن بعدها مننتقل لأجواء بعيدة عن الدراما أجواء مننطرة من أسبوع لأسبوع حتى نفش خلقنا ونضحك بالقليل لمدة نص ساعة من الوقت على همومنا ومشاكلنا بلبنان ودايما برفق فريق ما في متلو وسكتشات الطريفة اللي كلنا مننطرة بس شو في عادة؟ نزل السلة شو إني هون؟ غلطين بدي طلعهم بس ما في كاربا نزل السلة بني طلعهم بالسلة طيب طيب فهمت بق طلعهم بالسلة فهمت نزل جبتهم كلهم؟ ايه؟ كل شي وصيتك عليه جبتهم؟ لك ايه جبتهم يا حنة البقدون سيت شو طالب كمان هون؟ عدس أورانج شو بدك فيها هيدا؟ ايه ماشي ماشي وحيوقعوها وحيوقعو يخرب بيتك شو نمرود يلا صحاب شكرا عادي سحاب سحاب بك العامة لك ايه سحاب شد عشت ايوه لك يخرب بيتك لك يخرب بيتك وبيت بيتك عشتي عبس شيل عشت ايوه ايوه يلا معك انا معك ايه سحاب ايوه 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 بعدها ثلاث ساعات لتجي الكهرباء لتنروح انا ايوه 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 هل بقدون سيت ايوه يعني مع عجقات السير اللي عم نعيشها بها الايام هيدا افضل طريقة حتى نعمل شو بينج للبيت عبر السلة هيك بنوفرها على حالنا القاعدة بالعجقة ولكن عباس وعادل هون لقوا حلى مشكلة عجقة السير ولا مشكلة الكهرباء بس ما يطلع لنا الخدارجة بالسلة هيدا وغيرا النسكتشات الطريفي مشاهدينا بانتظاركن بحلقة الليلة من ما في مثله كونوا على الموعد وانا هلأ بدي ودعكم باسم فريق MTV Alive وبتجدد موعدنا نقلرت بكرة الصباح بنافس الوقت باي باي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر